يومكم جميل زيكم النهاردة هنعمل لولادنا احلى كبكيك يا جماعة بجد فانيليا وشوكولاتة يعني حاجة اخر دلع وهقلكم على تركات ممكن تغيروا في طعم الكبكيك من الفانيليا الحاجة التانية بجد هاجبكم وتنبهروا به ممكن انت سهلة وبسيطة كوباية ونص من الدقيق عليهم ظرف بيكنج بودر او معلقة كبيرة كوباية سكر نص كوباية زيت كوباية 4 من المية او الحليب 3 بيضات بدرجة حرارة المكان وزرفين فانيليا دول بقى معاينة معلقة ونص من الدقيق وزيهم برضو معلقة ونص من الكيكاوت طبعا دي معاينها بمعالية الاكل على جنب كده وهنحط بقى الخل ده المحسن الطبيعي اللي هنستهدمه في الكوبكيك بتاعنا بدل المحسنات الصناعية هنحط محسن طبيعي وهو الخل هنفضي بقى الكيس البيكنج بودر على الدقيق تقليبتين حلوين كده وطبعا اكيد اكيد يعني هننخله ده مهم جدا انه هننخله انا نخلطه قبل كده مرتين وهنخله كمان مرة تالتة واحنا شغالين هنحط بقى البيض على الفانيليا في الاول كده في الخلاط ممكن نشتغل على قدينة عادي بالمضرب اللي هو السلك اليدا وده عادي بس يعني الخلاط موجود فاحنا يعني نسهل على نفسنا حاجات موجودة في البيض بتسهل علينا فنشتغل بيها ففي الخلاط زي ما قلت هنحط بقى البيض وهنحط معلقة كبيرة من الخل معلقة اكل كبيرة من الخل ده محسن طبيعي يا جماعة لكيكا بيديها شاشة وبيخليها سفنجية وجميلة كمان بتعتبر مرض حافظة ليها بتوعد معي في التلاجة يعني ممكن توعد معيها اسبوعين يعني من اسبوعين 15 يوم كده في التلاجة ولا اجرالها اي حاجة بل بالعكس عمها بيزيد حلاوة كمان هنحط كباية من السكر وهنحط كباية الاربع من الميا ممكن نحط كباية الاربع من الحليب ممكن كباية الاربع من برطقان اي عصير احنا بنحبه ممكن نحط فانتا نحط سبرايت اي حاجة نضرب ضربتين وفي الاخر خلص هنحط نص كباية الزيت وندرب ضربتين ودي بقى مكونات السائلة بتاعتنا يا جماعة بجد حاجة يعني خطيرة خطيرة بجد وسهلة وبسيطة مكونات هتعتبر يعني كلها من المطبخ من البيت عندنا يعني ما جدناش حاجة من بره هننخل بقى المكونات اللي هي الكافة اللي هي كباية ونص من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من بيكينج بودر او ظرف البيكينج بودر ضروري ان ننخله لانتوا شايفين البيكينج بودر يعني فيه تاكتولات كده هي مش دائما موجودة في معظم الاكيس بس طالما يعني ضروري ان ننخله يعني مهم جدا وهنقلب تاعتين بالمضرب السلك اليدوي زي ما انتوا شايفين كده ممكن نعمل المرحلة دي كمان في الخلط بس بما اني انا هعمل نص فانيليا ونص شوكولاتة فلازم هقسم بقى الطبق نصين وهضرب على ايدي زي ما انتوا شايفين كده بالسلك اليدوي هجيب طبق تاني هحط فيه المعلقة ونص من الدقيق وهجيب بقى وهجيب نفس الطبق يعني النص التاني ده هحط فيه عليه المعلقة ونص من الكاكاو الخام الاسباني طبعا نوع يكون حلو كده اللي هو الخام الغامق المر وهقلب تقليبتين عشان اخلط المعلقة ونص من الدقيق على بقيت مكنة السائلة بتاعتي تمام كده وعلى جنب هحطه وهضرب برضو الكاكاو عشان يختلط زي ما انتوا شايفين كده لو حابين تعملوا كله كاكاو هتحطوا بدل المعلقة ونص دقيق هتحطوا ثلاث معالق من الكاكاو ونفس الحكاية لو كله فانيليا يبقى ثلاث معالق من الدقيق بدل الكاكاو هكون مشاغل الفرن على درجة حرارة 180 وهجاه الصينيتي ووراق الكاو كيكز بتاعي وهحط كل واحدة فيها ورقة زي ما انتوا شايفين كده بشتري هلبة على بعضها وده شوكلة شابس بحطه ممكن بقى فروطة مسكرة اللي هي فوقه مجفافة كريز مسكر ممكن خليه سيدة خالص وفي الاخر نحشي بقى بكرين شانتي او اي حاجات عندنا هقولكم عنيها برضو وحن شغالين شوية كده شوكلة شابس كده دالها للكاو كيك بتاعنا طبعا زي ما اقولت لكم الفرن شغالها على درجة حرارة 180 رف اوسط هحط الصينيتي اندول في الرف الاوسط طبعا هو كان اتبقى كمان كمية من الشوكلة عملت بيها تلت طباقم اللي هي الفخار الزغنانين كان ده يعني على جنب كده هان شاء الله هنبيهم فيديو لوحده محابتش هزهرهم معاكم النهاردة بإذن الله هعمل هو معاكم في فيديو كده يعني لوحده كده خطيرة بجد وكمية كبيرة ما شاء الله يعني زي ما انتو شايفين كده ب16 دقايق وطلعتها كانت راحتها يعني كده مفحفحة وقلب المكان وقلب الدنيا راحتها كانت امر يا جماعة بجد خطيرة هبقى حلوة جدا افكار جميلة هتجي لكم ونتو شغالين بتنفع للانش وبوكس للولاد ندلحهم بقى يطلعوا بكيكس كده قدام صحابهم ووزعوا عليهم وممكن لأعياد ميليد شايفين سفنجية وهشة وطبعا ده عشان حطنا عليها خل وطبعا الخل بيخليها يعني ده محسن طبيعي يا جماعة حلوة جدا 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 شايفينها امر ازاي ده الفانيليا والشوكولاتة وحاجة اخر جميل وروائن حابين بقى تزينوها لأفكار اللي هتكلم عنها دلوقتي ممكن تعملوا كريم شانتي شوكولاتة ممكن تعملوا كريم شانتي ألوان اللي هو تعملوا فانيليا وتلونوا بقى اللي هي الأزايز الزغنونة اللي هي بتاعة الألوانة الطبعية أحمر واخدروا بينكم الحاجة دي دي الأعياد الميلاد دي أفكار أعياد الميلاد دي شوكولاتة سايلة أنا دايما عاملها عندي في الزلاجة بحطها وباستغناش عنها خالص ممكن تزينو بالنوتلا أو مربط حليب اللي انتوا حابين تزين ده يرجع لكم انتوا بقى انتوا يعني شطار ما شاء الله عليكم هتبدعوا وهتعملوا لكوكل اللي هما بيحبوا شايفين بقى أنا واريكم دلوقتي الشوكولاتة اللي أنا عملتها شوكولاتة شبس من فوق كده كنت أتمنى جدا أن ألاقي الفرطة مسكرة بس يعني الحمد لله كله تمام الشوكولاتة شبس برضو يعني أمبل ويجب حلوة أبو أمرز زي شايفين أتمنى يكونوا الفيديو عكابكم ونردكم كنت معكم على توهمية